لنقرأ معا الآية القرآنية التي تقول انتبهوا إلى ما تقوله تلك الآية وَإِنْ خُفْتُمْ أَلَّا تَقْصِتُوا فِي الْيَتَامَةِ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاسِ وَرُبَاعِ فَإِنْ خُفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِكُمْ تلك الآية بكل ركاكتها اللغوية تسقط بالزواج إلى ما دون العلاقة التي تجمع حيواناً بحيوان آخر أولاً لا أحد يعرف ما العلاقة بين العدل في اليتامة وبين أن ينكح الرجل ما طاب له ما علاقة ذلك بذلك قرأت جميع التفاسير ليس مرة واحدة بل مرات وفي كل مرة يزيد التفسير تلك الآية غموضاً هناك مثل إفريقي يقول عندما تحاول أن تفسر شيئاً سيئاً تزيده سوءاً وهكذا الحال مع آيات القرآن كلما حاولوا أن يفسروا آية ليحسنوا من معناها يزيدون ذلك المعنى سوءاً البعض يقول بخصوص تلك الآية إذا خاف الرجل أن يسيء معاملة الأطفال اليتامة عليه أن ينكح أمهاتهم هل هذا يضمن إذا نكح أمهاتهم سيعاملهم بالحسنة؟ تصوروا هناك أكثر من عشرين مليون امرأة في أمريكا تربي أطفالها بلا زوج ولكي يقوم تصوروا لكي يقوم نظام التكافل الاجتماعي بمساعدة تلك العوائل عليه أن يوزع هؤلاء النسوة على رجال بغية النكاح تصوروا على تلك الأخلاق لا تستطيع أن تعدل بين اليتامة حتى تنكح أمهاتهم؟ هذا من جهة ومن جهة ثانية الرجل ينكح بناء على ما طاب له فقط بناء على شهواته دون مراعاة أي اعتبار آخر فإذا اشتهى أحمد على فاطمة ينكحها بكل بساطة ترجمة نانسي قنقر